السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات ميسون وصفة اليوم ان شاء الله ستكون حلوة جفاء على شكل سيجار الجهشيشة تذوب في الفم والبنة روعة ننصحكم تجربوها زينت هالطريقتين مختلفتين واحدة بالشوكولات والثانية بالكوكيو وانتم زينوا بالشكل اللي يعجبكم نتمنى ينالوا اعجبكم ونروحوا للمقادير وطريقة التحضير بسم الله عندي ميتين وخمسين قرام مارغارين طرية نضيف لها نصف كيس سكر غلاسي ما يعادل سبعين قرام ثلاثة صفار البيض ارشة ملح اربع كيس زيت ما يعادل تقريبا خمسين ميلي لتر ملعقة صغيرة عطر الكراميل واللي ما عندهيش العطر تقدر تستغنع ليه ودير في بلاستو ملعقة صغيرة فاني نخلط كامل المكونات مع بعض من بعد نضيف كيس جلجلينية او سمسم تكون محمصة ومرحية كيس نواد كوكو محمص ومرحي وملعقة صغيرة خميرة الحلويات نكمل نخلطهم ونشف بالفيرنا حتى نتحصل عليه جناط ريا قليلا ما تيبسوهاش بزيف اهنا نبدأ مباشرة نشكلها اصابع ما نخشنهم ش بزيف نديرهم شوي رقيق وبهذا الطول راهم رايحين يتشقوا وياهبطوا شوي في الفور وكي نعود نشكل فيهم نحاول نديرهم كامل قد بعضهم بعد ما نشكل كامل الحبات نديرهم في سينية وندخلهم للفرن على درجة 180 كي نشوفهم حماروا من الاسفل نشعل لهم ملء على ياخذوا اللون الذهبي ونخرجهم وهذه الكمية ديرتلي 41 حبة نجي للتزيين اللول اهنا عندي القليل من مربى المشمش وكوكي ومحمص ومرحي بكشورو ندهن الحبة بالمربى ونرمدها في الكوكي ونحاول نعدلها مليح من بعد نجيب هذا الشكل تعليناه اللي خدمتهم بالشوكولات ندير لهم القليل من المربى ونلصقهم على طرف الحبة وهنا نجيب للتزيين الثاني عندي 200 جرام شوكولات بالحليب استعملت دادا ذوبتها على حمام مائي ونضيف لها ملعقة كبيرة زيت ونخلطها مليح وعندي القليل من الشوكولات البيضاء درتها في لابوش نضلي الحبة بالشوكولات نقطرها مليح من بعد ندير خطوط بالعرض من الشوكولات البيضاء نجيب عود خشابي ونبدأ ندير في خطوط متعكسة كي ما تعلمي لفيه ورايحة نتحصل على هذا الشكل بعد ما تنشف الحبة نقيها من الأسفل وندهن الجوانب بالشوكولات ونرمدهم في نواة كوكو أو جوز الهند بهذا الشكل وفي الأخير نحط ورقة ذهبية هذا هو القاطو بعد ما درته في صحن التقديم يجي هيل الشيش يذوب في الفم بنين وسهل التحضير وزيد يقطع كمية لبس بها نتمنى تجربوه وينيل إعجابكم وإلى الملتقى مع وصفة جديدة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر